موسيقى انت ميل مستنيكم ما هو عارف لكم يا شرافو انتو فاكرين ان في حاجة في البلد كلها بتخفى عليك بباركة فيك طول ما البلد فيها امثالك عمرا حالها ما ينصلح ابدا ايوا يا سامن مصيبة بلدنا ديه مدى لديه خش يا داخل تعالوا تعالوا اه عايزين ايه بخلاك kul عكرة دي السعادي اا اا ها أعود وجرة دي وهو دي vậy غبطة اوجرة لو ابتيها ولا مترحم بعد حرج الزرع مفيش جيريت عايز الاوجرة انت عندك زرع ايه يا منكوب إنت قصد يعني بعد ما ترتيني وشرتيني ما انت اللي لما سمعتش الكلام فيها ايه يعني لما اختك تجد تشتغل في الدوار هي حسن من مين وهي يعني كانت هتشتغل ايه عندك يا حمزة وبيه شغل الدوار معروف يا ولا كنس ومسح تقدم شوار وانا كنت أعمل لها شهريا عاوز أساعدهم من عارفوا عندكم لحظة الله الغني عن مساعدتك مجاش الزمن اللي هنوكل فيه ليال من كد الحري يعني بصحيتي وراضي بدليلي يعني ما انتش عايز لو فيها نزال يعني مش عايز تشغل اختك في الدوار عشان ما تاكلش من كد الحريم خلاص تشتغل من غير فلوس ولاي تشتغل من غير فلوس لان الستة عاوزة واحدة تساعدها في الدوار الدوار فيه كفايته باحي اسمع يا ابني انت لسه صغر وطايش واني عاوزة فهمك الحكاية حمزاو بيه ما بيحبش حد يرد كلامه وانت كده بترد كلامه روح ورجع دارك وبكرا الصبح بعت البيت ما تستنى بس انت يا ربي ولا بلاش فاطمة مش هتيجي دارك يا حمزاو بيه وانت داخلك ايه يا خويل اني اه نوع اتجوزة لما تبقى تتجوزة يبقى لك حكم عليها اه اذا كان ساعفان ماليوش حكم عليها دلوقتي يبقى انت كمان ماليكش حكم عليها لا دلوقتي ولا بكرا ولا بعده ولا نيت حكم على حد فينا اصلا لو انتوا جايين وعملين ربطية علينا ولا ايه لا ربطية ولا حاجة لا ربطية ولا حاجة بس يعني اهلينا مكنوش خلافوا البنات عشان المرمى انطى في بيوت غريبة انا عايز الاجرة واني كمان عاوز اجرتي كلنا عايزين اجرتنا يا كبير شوفوا عملتكو دي مش هتعدم السهل لكن انا الكبير برضو وقلب كبير ولازم انا سانع غوروا غوروا مطرح ما جيتوا بكرا الصبح تيجوا تقنوا الاجرة ماشي كلامك يا كبير من هنا لطلعت الشمس مش هتفرق يا رجال ايه يلا بنا يا اخوان يلا صار احنا غريطنا يا رغان ما كانش فيه داع انطلع الوضحي من ضاره العشة اللي عملها دي هتلمي الناس حواليها جواها وبرها خلاص يرجع يا سيدي الناس ما هاتش ينفع يا بموخ تخيل هيجوله حمزة وتهز المشوار الصعب اللي تمشي ايه اوعى ترجع ورا خطوة اه ليلا جلبت بغم ولا غم ولا حاجة كده ولا كده غصبا عنه هيرجع ويبوس المدرس بتاعه واذا كانت العشة اللي بناها حتوه هو وعياله فهي مش هتأكله والبطول الخاوية تخلي الجمل ينخ وبعدين من ده اللي حيشغاله وهو مطرود من عندك عندك حاج يا درغام فيدي عندك حاج يا اولا بجالي عشرين سنة استني اليوم اللي تعرف فيه الحاجي دي ما كنت عاوز اسألك غير ما تسأل اني عارفة انت عاوز تعرف ايه لما النار شعلت في دركم كلت كل حاجة جواهي حتى البني قدمين اني هريبت بك من جوا النار وانت لسه عايد صغير في اللفة انت شوف؟ استرى نفسك يا امه قلت لك اني مش امك امك ترافة جبرها خلاص خلاص يا امه هريبت بك من النار من البلد بحالي لاني لو فضلت كان جاتلك وجتلني معاك مين هو؟ اللي جاتل ابوك وامك واختك بقولك مين هو؟ اللي اخذ اردك ومالك ولسه عايش في البلد هو مين؟ حمزاوي حمزاوي مين؟ اللي جاتل ابوك وامك واختك واخذ اردك ومالك وجتلك وانت لسه عايل صغير في النار ايه امك فياكي باع اوليدي مين هو حمزاوي ده؟ قبل ما تسأل مين حمزاوي بس من تعرف الاول انت مين؟ وابوك مين؟ وامك مين؟ سكتل ايه؟ انطقي سكتل ايه؟ ابوك اسمه محمد الطيب وامك اسمه حزاتك واني عندي لهم وعد ولازم ان حنفزهم انت وعد لهم يا زين وديكو الحمد لله بكت راجل ملوه دومك وعودك مفروض ونفسك جسورة وكمان رجعتك البلد بطر خيرك يا ام اني مش عايزة شكرانية اني عايزة فعل وعد على وعدك يا ام ما توعدنيش اني اوعد ابوك وامك اوعد الترابي للا منهم اني وعدت ونفزت ودرو الباقي عليك انت قصر و leadership اوه كني بصوا لكم طوعيا في حي قدامي كنفسي أحبك وأخاف منك أشتكي لك وأتبهى بك زي أي أبن وأنت يا أمه كنفسي أنا في حضنك وهيسي بحنانك وبلمسة قديك وأنت يا أختي أكملت الدنيا الحلوة وعد علي أكبر من وعد أمن إذا كان ربنا حلق جهنم للظلمة في الآخرة فأنا هخلق جهنم لحمزاوي على الأرض طب إيه رأيك بجا؟ تدخل تعسس كده؟ تعسس كده؟ تعسس كده؟ شوف بجا يا عم جابي أنا أسمع كلامك في كل حاجة إلا إن هو بيمة السجي لا هو أنت فاكرني الزير سالم ولا فاكرني عنطة؟ اللي شوفك بتكلم حمزاوي ولا درغام افتكرك عن طرق؟ يا عم جابي حمزاوي درغام دول إنس لكن اللي جوه السجي شايطين قوم يا ولد الإنس برضو أنسة معلوم حس؟ طب بيقولوا إيه؟ مش جادر أفصر كلمة واحدة من كلامه طب إيه رأيك؟ إن كل ديتها هيوقات؟ وعشان نسبيت لك إنها مش تهيوقات إحنا حنقعد إنك إن شاء الله بغاية النهار ما يطلع ولك علي أخليك تشوفهم بعناك سأت يا ولا لا ما بيشوفوا بقانه زي ما قلت لك يا رب يا رب تزدوك يا عم جابي انت جاعد مجاوز كده ليه؟ جاعد في منظري يا رب اللي أقول لنا يا عم الشاعر هي الحكاية اللي أنت بتحكيها دي حكاية الطعم ولا حكاية ضد الظلم ما توقض يا الله بلاش غلواش أهدي إنت عاستموز الليلة خلي الشاعر يقول على راح يقول اللي هو عايزه يقوله الوصف لا لا تهب عالعمر وتتصير الله يبيل يبيل الله الله يبيل يبيل الله موسيقى يا سيدي ما يضحكش على الطار ولا فكلمنا في أسرار يا سيدي ما يضحكش على الطار ولا فكلمنا في أسرار إحنا هنا بنحكي عن الظلم ده الظلم بقول إيه سوي الجبار الله يبيل يبيل الله الله يبيل يبيل الله الله يبيل شوف الكلام طب ويطلع مين حمزاوي دي؟ جرى إيه عاطية يا ابن ستاة أنا أعمل لك إيه زي كم أخذ كخيزها بيت حلتك خب يا بل حد انت هتغلط ولا هتغلط وبعدين يعني يطلعش حمزاوي دي من بقيت أهلك جرى إيه عاطية اقعد يا قاله انت نوت بوز الليلة ولا نوت بوز الليلة بعدين يا قاله أنا هقولك بعدين ثم قامنا هي اللي قالت له إن حمزاوي هو اللي قاتل أبوه ومه اقعد يا قاله يا بل عمدة كل ديه مفهوم أنا غاية ما هنالك إني بسأل عمينا الشاعر عن حمزاوي ديه أصله إيه فصله إيه يعني من أهال البلد ولا جاي من بره وبعدين يابا العمدة انت عارف بلادنا عمرها ما بتطرح ناس مفترية وإن حتى يعني الناس الظلمة دول ما بيطلعوش طاني كده فأقولك إيه عاطية يا ابن ستاة الحكاية اللي بيحكيها الشاعر دي هي كده وهو حفظها كده واقعد بها بلاش وجع الدمان شوفي الكلام شوفي يا شيخي البالد أنا ما سألتكش عشان إنت ما تعرفش أنا بسأل اللي عارف عمينا الشاعر أبو الكلام كله وهو اللي هيدليني سكان قهوة لا لا طب أنا حجاوبك انت اسمك إيه؟ عطية بابوك اسمه إيه عطية؟ سليمان سليمان شوفي عطية يا ابن سليمان حمزاوي ده كان راجل شائي يعني ابن ليل وكانت البلد دي العمدة فيها لم أغزى يا حضرة العمدة كان حضرة العمدة بتاع البلد دي ضعيف الشخصية وكانت مليانة سرقة وانهيبة ايه؟ هذا تفكيره ان يجيب واحد ابن ليل عشان يطلع على الحرمية من البلد على رأي المثل حمية حرميها ايوه حمية حرميها وصاحب الكلمة فيها كمان ايوه بسانة يعني كان أجاب وبعدان معاك يا عطية ابن ستاتي طب تلتا بالله العظيم ان ما خدتها من قصرها واخلصت خالص؟ خلاص 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 يا شيخ البلد فيه ايه ما قالك انا غاية ما هونالك بس كنت عايز اسأل عمينا الشاعر عن عمدة البلد اللي ما تسماش دي يعني لمؤخذة يعني هو كان مش مالي مركزه له هيه هيه اسمعك يا كبير الودي بلقع عنهم دل قاعد وسادنا ده هو عطيب لها الطعم خلينا في العجاية اللي هانا فيها كيدا هو؟ أيوه يلا يا أخوانا يلا موسيقى 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 انا ليه مش مبسوطة يا أهلاد روان اكبير الدنيا حواليك شاور تلاقي كل حاجة جنبك هادي المصيم عمري محبيتي اللي ملكي واللي ليه وبين إليه عمري ما عاشكته دايما اللي مش ليه هو يبقى مناية واللي مش بتاعي وتحت إيديه ببقى نفسي فيه ربنا يجربلك البعيد ربنا أكيد ربنا غضبان عليها ما زعلان مني جاوي؟ لو كرب بنا غضبان عليك ما كانش غرجك في النعمة اه؟ 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 موسيقى انزل لسه صح يا ولية البيت بتكفل على نفسها بترباس ليه يا حمزاوي انزل ليه يمكن خايفة خايفة حمزاوي اعمل حساب سنك وفكر في عميلك وهو عتغلط الغلطة اللي تقصف العمر اعمل ليه يا ولية دلوقتي عشان اخرص منك دي انزل امشي في الشارع كده زي الشريط يعني انت ما تقدرش تمشى عشر خطوات على بعض ياهو انت في الحالة المهببة دي انت عاوز بالبت ايه اقول لك يا نعمات عاوز بالبت ايه وما تزعلش قول يا حمزاوي عاوز منها اللي مش عندك يا نعمات قوله عمره ما كان عندي يا اخوان يا اخوان ايه الرجالة كلهم بيتجوزوا ستات وانا متجوز بهمة يا عالم طب ازممك يا نعمات بزمتك انت كده فيه راجل يتجوز واحدة وحش منه انام يا حمزاوي انام اله هتنمت بوم هاني بومة انام موسيقى خبيت علي كتير يا عالم موسيقى لسه اللي هتعملوا اكتر يا خلي كل دقيقة اتعدي عليهم السلام خلي بالك حمزاوي مش زي اي حد وكان زي اي حد كانش عمل اللي عمله ده ايه ظالم مسنود بظالم لو عرف انك يا سيني ابن محمد الطيب حيقتلك من قبل ما تشوفه تكلميني عنه ملوش رزمك كلام لو عايز تعرف حمزاوي لازم انتعرفه بنفسك ازاي من بكرة تنزل البلد راجل زي اي راجل وتغير لغوتك تشوف لك اسم تاني غري اسم ياسين لو مش مصدق كل كلمة قلتها لك اسأل الناس انا مصدقك يا عمله مش انت اعتي بي معايا حبك معاك ومش معاك انيت ولدني في البلد دي وعرف اهلها واحد واحد وهم كمان عارفيني فاكريني موت معلماته زي ما هم فاكرينك انك موت لو حد عرف انك لسه عايش هتبقى في خاطر قبل مني ويضيع كل تعب يهضر بس انا لازم اتطمن عليك من جلك اني حسيبك اني حكون جنبك اني حدبر اموري باعرفتي وحبكى جنبك من غير ما تحس بس وحتكلمني جدام الناس تحت عمك تكل على الله يا سين خلي الغضب جواك زي النار ما يطفهاش مية ولا ريح اوش عاش اين انت شايف حد ايوه في نفر جاي علاني جالك كلامي لو اني العكاس بتاعك عم جادة جايس يكون مسلح بناء تخليك عاكل عاكل مش انت متأكد اني ده انس ما هواش جن ايوه انس ايوه يبقى ولا يهمك ايه انت يا جادة علي جاي من هناك انت رد عليك قبل مضرة في المليئة رد عليك قبل مضرة في المليئة بقولك بسيك من خير يا اخينا جرب علينا وانت رافع ايديك فوق راسك كان مش مستهلة رافع ايديك اني راجل غريب جرب يا اخينا ما تخافش هات البندجية مش هواش ايوه ايوه اني كنت خايف برضك السلاح يتوفي انت جاي من اين وراح فات سكنتي مفتوحة بادور على نجمة عيش وشغلتك ايه بشتغل بدراعي واللي معاك اني مفيش حد معايا لا انت كان معاك شخص تاني وفي الغالب واحدة ست لا لا اني كنت الوحدة لما عم جابر يقول ان انتوا كنتوا اتناني بجنتوا كنتوا اتناني اني يقولك يا عم جابر الولا ده جتل الشخص اللي كان معاه ورماه في الساكي المجدار شك تلقب تعالى حتى شوف نفسي لا وعلا ايه الموضوع ده يخص عم جابر اني ماليا انت بلدك ايه مليش بلد اللي مالوش بلد مالوش اه عشت عمري كله صواح في البلاد لفت كتير واشتغلت كتير وكل مزهج من حتة اتباسدها مليش بلد ومليش اه لكن بدور على بلد يقوللي فيها اه انت جاي بلدنا صدفة ولا كنت جاي صدفة صدفة لجيت الليل دخل علي فقلت يعني يمكن يكون اللي نصيب في لجمة عيش فيه لجمة عيش ما هي بلدنا لو كان فيها لجمة عيش كنا 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 نهح بس يا مشواش حاطف قل لي يا ابن خلت أبك عم الحاب اللي يدور على لجمة عيش دايما انت بتقول يدور عليها وسط الناس في العمار ايه اللي يخليك تسيب البيوت وتجي هنا في الخلا دي دي حتة مقطوح يا ابن ملي ملي كنت عايزة نام لغاية الصبح كنت تنام على اي مصطابة اهو الغفر مش هيسيبوني في حالي وهتلاقي كل شوية واحد يجي يقول لي انت مين ومصطابة ايه وبتعمل ايه هنا والحاجات دي يعني ايوه مفهول مفهول طب تعالا معايا انت هتنام عندي واول ما يطلع النهار نشوف لك صرف ولا تصرف انت نفسك فالتنخيرك يا عم الحاج انت اسمك ايه انا اسمي جابي واني عمك ابو الشواش اسمك انت ايه بجاب غريب اسمي غريب طب تعالا معايا غريب كتفك يواج افهم من كده ان انتو التلاتي بجيتو خليين شو نا اني بس اللي بجيت خلي شو سعفال وصلت لسه شغالينا عند حمزاو طب وعدم المؤخزة يا ضحي هتعمل ايه يا اخوي اني مش قصدي كده يعني ما تفنش غرق افهمك صح يا حاكيم زمانة تقول لي علف قصدك ايه الحكاية مش حكاية اكل وشرب يعني عدم المؤخزة ولا الضحي لو جاعوا احنا نجطع من لحمنا ونوكله ده يعني لو ردي باكلوه انا مضاحي مش هيستحمل الجاعدة كده من غير شغل لا هو ولا اي راجل منكم اه دي والله كلامك مظبوط يا دي يا متولي بص يا متولي اني زي ما انت قلت كده ما اقدرش اقعد في الدار من غير شغلي لو جعدت من غير شغلي صبني المرض والهم عشان كده انا من بكرة رايح الترحيلة الترحيلة؟ اللي نعرفه عصا ما نعرفوش يا ضاح هه؟ الترحيلها شغلةbirها احن من شغلة حمزاوية فها بلوس كتير كمان و whats ب Bern Ji بتجدر تستحمل البعد عن براتك واهل بيتك واهالك ايوا استحمل وبعدين يعني ايه؟ اهل بيت ودول اهليني مش كده والله هي ساند انت اوسع فار اييه؟ انا عن نفسي ياريت ان اقدر اطلع الترحيل علي الاجل ارحم من شغل حمزاوي وزل وقمرتو ليني عالا بركت الله او خله حمزاوي يعرف جيميتكم وبعدين يعني انتم اتجوزين نسوان بسم الله ما شاء الله كده يصدوا جدام الحديث بلكم انتم اول رجالة البلد الغلابة ما يشوفوكم عملتم كده مش بعيد كلاتهم يمشوا وراك في نفس الدجاجة ونفس السك هادي على البركة جربوا الشغل في بلد تاني اذا لاجيتوا خير يبقى فضل ونعمة تحيبتهم اه الطيبة جاعدة مش هتتنجل من مكانه هادي كده ده اكيد لو مش اكيد ما كنتش بلقتك بيها كبير واصلك ازاي ماني ازاي معلمتين ساعاتك ليه عيون متنطورين حوالينا البلد عيون تعرف يا دراج الكلام ده معناته ايه خير وبركة يغور خلي البلد تنضفينه في الحالة دي بقى يا عمك اخواتك استعد يا اخويا عشان تفلح حينة الارض تزرع وتروي وتحفظ ما هو لو كنت فاكر ان راجل ولا التن ولا تلاتة هم اللي هيسيبوا البلد تبقى خروف الرجالة كلهم هيمشوا اول ما يلاقوا سكة تانية وفي الحالة دي الارض هتبقى صاحرة مش هتلاقي ايد واحدة تقصد الزرع يبقى نزود لهم بالأجرة انت ضعفت يا عمك النزي لو ما ديت لهم كاف في ايدك هاتمعوا في ادراعك اسمع اول واحد هيمشي بالرجالة انت هتبقى وراها على طول يعني انت هتبقى التامي بعد اول واحد يمشي غور من قدامي غور غور حميدي يا حميدي ايو يا فت فن الولا محمد؟ انا مش شايفان ياختي حيروح فت تلاقيه صارح كده ولا كده؟ حيصبح يروح فن دلوقتي ده احنا لسه بنقول يا فتح يا عليم يا عزك يا كريم خلاص يا فاطمة هخلص ياختي الهدمتين اللي في ايدي وحجوم ادور عليه اخبار الطيف ايه على والشواشر لسه ناي بقول ايه عمد عامل اه اني مش مصدق العكاة اللي عكاة همبرح بالله ولني الكدع ما كانش لوحده وهو غريب فعلا عن البلد بس جايجة صده يعني من صدفة زي هو مجال طب والعمل يا عم جاب كله هربان باين علي صيعي صيعي اصباح الخير اصباح النوم صح النوم يا غريب حد ينام الوقت ده كله اعمل ايه عم جابر حسيت بالامان فانمت حسيت بالامان غصد يعني غصد يعني غصد يعني ساكف ساكف وحطان يعني اهو امان عن الخالة برضو لا وش عاشر ايه خد يان ايه وخش حضر لينا لجمة كلها احضر ايه ايه يا العمالية عيسى تحضير دي حت الجبنة جديمة ولجمة عاش حاميدة الحاجي يا حاميدة حاميدة الحاجي ابنك غريك في البحر يا لا schwلي ويأي صحيح ياعنبي يowym نمحب غروب أنت كHHك يا عم جابر mano عشدرب اللي حصل في البلد؟ حصل إيه يا what让 ايه ابنه غريك في البحر وش حصل ابن ضعي للبحر دا البحر بعيد عن عشتهم ولا مش هرعاشي تعالي خليك أنت يا ابن يهن بعيد عن هموم بلدنا لا، 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 أنا جاي معاكم لا يا ابني، خاف على نفسك، المصايب دايماً تلزك في الغريب يلا يا ابنش هواش بحاجة بعدين يا حميدة، وحيد الله مار الله جاب، الله خد، الله عليه العالم يا ضاعي، ضاعي، ملك يا ضاعي ملك يا ضاعي، ملك الدكبال يا ضاعي عدم للبيل يا أخويا، إنتا ونواجه ونحن يا رب تعمل فيه، قد على إيره ابن أخويا تجازل، ابن أخويا تجازل ابن أخويا يتغدر ومفترية هي اللي ما بيته في البعض فاتنا عندها حاج الولا بن ضاعي كان بيخاف من المي الود ما تغدر ما حدش يعمل عاملة زايدية إلا لي التسعر حمزاوي حمزاوي هيطلع منها هيطلع منها زايد الشعرة من العجل إعجالوا ودبروا أمورك بالعجل عجل إيه يا عمي جابي؟ بعد قتل الضالة لازمني العجل يشيت ترجمة نانسي قنقر الوضع الحزن مش حزنك لوحدك حزن ناد إلا الضنى إلا الضنى إلا الضنى إلا الضنى إلا الضنى ما يثلف إلا العانى وحزني لا ينتهي لا في شهر ولا في سنة وحزني لا ينتهي لا في شهر ولا في سنة دناك كبدك حلوة الروح يطير التحول طيدي عليها السماء وتقول وداعيها لا اه تضيء عليها السماء وتقول وداعيها لا اشتركوا في القناة إلا الدناي إلا الدناي إلا الدناي حملة السودة دي حملتك يا درهم انت قول حملتك اه ايه واي سيد الناس غبي مخكت بقى فيها ألف طول ما هو عشان يفضلوا جعدين في البلد يا كبير خوفهم على عيالهم هيخليهم جعدين فيه ما تبقاش كده مش كده يا أخي كنت تسألني ما طول عمر ساعتك بتقول اللي تشوفه عمله دا لما كنت بتشوف دلوقتي بقيت هطبش حملتك دي مش هتفض بالسهل اسمع اقمر يا كبير اكتا كنت بايت في البندل اللي تنبقى لها هو الوقت غير الامدة النهاردة بعد ما سبت جنابك أول النهار تبقى لسا جاي وانا ليه صرفة مع احلي البلد انا عارف الدهمة دي هتيجل غير بابي وتخبط عليه اشتركوا في القناة